الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد نقل النوي ورحمه الله في رياض الصالحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه متفق عليه هذا الحديث الشريف يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن ثواب الصائم وعما يدركه من الأجر بصومه سواء كان صوماً واجباً أو كان صوماً متطوعاً به فإن الأجر المذكور في الفرائض من الصوم وفي النفل وإن كان أجر الفرض أعظم إلا أنه يشترك معه النفل في أصل الفضل المذكور في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم وللصائم أي الذي تعبد الله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فرحتان يفرحهما فرحتان الفرح هو لذة في القلب لإدراك محبوب هذا هو الفرح شعور يعتر القلب إذا أدرك الإنسان ما يحب وهذا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصائم مهما لقي في صومه من المشقة والعند والكلفة والتعب والخروج عن المألوف بترك المشتهيات والمحبوبات إلا أن الله تعالى يعقبه فرحتين وليس فرحة واحدة يعقبه فرحتين فرحة عاجلة في الدنيا وفرحة آجلة في الآخرة قال صلى الله عليه وسلم في بيان هاتين الفرحتين قال إذا أفطر فرح إذا أفطر أي إذا أنهى صومه بالفطر بغروب الشمس فرح وفرحه بالفطر عند غروب الشمس له أسباب والناس في هذا متفاوتون أعلى المراتب أن يفرح بأن الله تعالى وفقه لصيام هذا اليوم ويفرح أن الله عانه على ترك ما ينقص به أجر صومه ويفرح أن الله تعالى سيجزيه على هذا الصوم من الأجر والمثوبة ما يؤمنه مما جاءت به النصوص في الكتاب والسنة ويفرح لأن الله تعالى أحل له ما منعه من المشتهيات والمحبوبات فالنفس تفرح بإدراك ما تحب من المعاكل والمشارب وسائر المشتهيات التي يمنع منها في الصوم كل هذه من موجبات الفرح التي يفرح بها المؤمن والناس متفاوتون منهم من يفرح لأجل إباحة الفطر ومنهم من يفرح لأجل هذه المعاني وكلما زاد سبب الفرح بالطاعة والإحسان كان أعظم أجراً كان الفرح إبادة فالفرح في هذه الحال إذا فرح أن الله أعانى على الصوم وأن الله سلم صومه من النواقص أجر على هذا فيكون أجراً زائداً على أجر الصوم وهذا دليل على أن الحسنة تجذب صاحبتها وتجر أختها قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون اللهم اجعلنا منهم ممن يفرح بفضل الله ورحمته أما الفرح الثاني قال وإذا لقي ربه فرح بصومه إذا لقي ربه أي إذا لقيه لمجازاته وإثابته ومحاسبة على عمله فرح بصومه فرح بصومه الذي تقرب إلى الله تعالى به في الدنيا لماذا يفرح؟ لما يرى من عظيم الأجر والمثوبة كما قال الله تعالى في المجاهدين الشهداء قال تعالى فرحين بما آتاهم الله من فضله فجعل فرحهم بما أفاض الله تعالى عليه من الإثابة والأجر على ما كان من عمله وكذلك الصائم يفرح يوم القيامة عند لقاء ربه بصومه الذي أتعبه وتقرب به إلى ربه فيرى بذلك الأجر العظيم والثواب الكبير على هذا العمل فيسر به ويفرح وهذا هو الفرح الباقي الذي لا حزن بعده وهذا هو الفوز العظيم الذي إذا ناله الإنسان كان من الفائزين كما قال تعالى فمن زحزها النار ودخل الجنة فقد فاز ولهذا ينبغي الإنسان أن يستحذر مثل هذه المعاني عندما يلقى شيئاً من العنة أو المشقة والثواب الصوم أو التعب يحتسب الأجر عند الله فإنه من صام رمضان إيماناً واحتساباً الاحتساب أن تطمع في ثواب عملك عند ربك جل في علا وأن لا ترجوه ولا تطلبه من أحد في الدنيا أعاننا الله وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته وبلغنا هذا الفرح بأعلى ما يكون من فضله وإحسانه وصلى الله وسلم على نبينا محمد